تقول أن هناك شيء ورد في آخر النعار تكثر الشياطين قبل غروب الشمس؟ ولكن الحمد لله عند الله سبحانه وتعالى أعطانا ما يمنعنا من الشياطين وما يكون حصنا بيننا وبينهم دائما والحمد لله هل أوراد الصباح وأوراد المساء والحمد لله ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في آية الكرسي من قرأها في الصباح لم يقربه شيطان حتى يمسي ومن قرأها في المساء لم يقربه شيطان حتى يصبح فهذه والحمد لله يعني أوراد فيها تحصين للعبد من على كل حال يعني الشر نفس الآن قل أعوذ ربا ماذا فيه؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد هذه الأمور الأربعة هي شاملة وجامعة لكل المصائب المحتملة على الإنسان ولكن يدفعها الله سبحانه وتعالى حينما يكون الواحد متوجه إلى الله سبحانه وتعالى متعوذا من هذه الأمور الجامعة